الفعل المضارع سنحاول في هذا الدرس أن نتعرف على الفعل المضارع وكيفية صوقه من الأفعال وإعرابه فما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حدث أو واقعة تجري في الزمن الحاضر أي الآن أو سيحدث في المستقبل ويبدأ دائما بحرف من أحرف المضارعة وهي ألف نون ياء تاء وقد جمعت هذه الأحرف الأربعة في كلمة واحدة آنيت وله فاعل قد يكون ظاهرا أو مستترا وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه يضارع اسم الفاعل أي أنه يماثله أو يشابهه في الحركة وفي السكون كما يماثله في الوظيفة الإعرابية والأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثل يقولنا أو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة كما تتغير علامة إعرابه بناء على المعنى المراد منه ويقبل حرف السين في أوله الدال على المستقبل العناصر الدلة على زمن الفعل الآن في هذه اللحظة غدا بعد ساعة الأسبوع القادم مثال بعد أسبوع سأحتفل بعيد ميلاد العاشر نلاحظ في هذا المثال أن فعل المضارع هو سأحتفل وقد صيغ من الفعل الماضي بزيادة حرف السين الدال على المستقبل أصرف فعل راجع في المضارع وأضيف حروف المضارعات فيصبح كالآتي التمرين الأول صنف الأفعال التالية إلى أفعال مضارعة وأفعال غير مضارعة ينام درس ألعب نجلس فتح قلنا أحضر تلعب يسأل بارز طرقت التنبين الثانية الثاني ضع خطاً تحت الفعل المضارع في الجمل التالية واحد يرفع المؤذن صوته بالتكبير اثنان تتدفق جموع المصلين على أبواب المسجد ثلاثة يلبي الجميع نداء الإله أربعة أنتبه مع المعلم أثناء الشرح خمسة سوف أنتبه مع المعلم في الحصة القادمة ستة نحن التلاميذ نحب العلم الإجابة واحد يرفع المؤذن صوته بالتكبير اثنان تتدفق جموع مصلين على أبواب المسجد ثلاثة يلبي الجميع نداء الإله أربعة أنتبه مع المعلم أثناء الشرح خمسة سوف أنتبه مع المعلم في الحصة القادمة ستة نحن التلاميذ نحب العلم التمرين الثالث أكمل الجدول حسب المثال هو يكتب هي تكتب أنا أكتب نحن نكتب هو يلعب هو يسمع هو يكسر هو ينام هو يشرح هو يصلي هو يسجد الإجابة هو يكتب هي تكتب أنا أكتب نحن نكتب هو يلعب هي تلعب أنا ألعب نحن نلعب هو يسمع هي تسمع أنا أسمع نحن نسمع هو يكسر هي تكسر أنا أكسر نحن نكسر هو ينام هي تنام أنا أنام نحن ننام هو يشرح هي تشرح أنا أشرح نحن نشرح هو يصلي هي تصلي أنا أصلي نحن نصلي هو يسجد هي تسجد أنا أسجد نحن نسجد ترجمة نانسي قنقر